اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد اجتماع في دار الندوة على مقربة من الكعبة اجتمع سادة قريش تكلم السادة وتدخل الشيطان فأدار الحوار فدانوا له بالولاء والبراء واستمعوا له وأخذوا منه البيان فكان البيان الأخير لهذا الاجتماع أن اجمعوا من كل قبيلة شابا فتية يحمل سيفا بتارا أجمعوا على أن يجتمع الشباب حول دار محمد بن عبد الله فيدخلوا عليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه بين القبائل هذا مكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يمكرون ضد رسول الله ويمكر الله بالخير لنبيه فنجاه من بين أيديهم قال الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين وقال سبحانه والله يعصمك من الناس وقال سبحانه فسيكفيكهم الله هذا مكر الله لنبيه فكان أن خرج رسول الله من بيته فرآهم قد غشاهم النعاس فحثى على رؤوسهم التراب وقال صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وكان في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الفتى الفتي علي علي بن أبي طالب فتى الفتيان رأس الشجعان دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إن الهجرة منهج حياة الهجرة منهج حياة هذا ما نلتقي حوله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله كونوا معنا في هذه الحلقة واعلموا أن هذه الحلقة أقدمها لحضراتكم حبا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الهجرة منهج حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على قريش فتأبت عليه بل آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عقبة بن أبي معيط يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سل الجزور هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتف حوله جمع من قريش فيضربونه حول الكعبة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإيذاء وأوذي لم يؤذ وحده وإنما أوذي هو وصحبه صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أوذوا في مكة أشد الإيذاء فلما اشتد هذا الإيذاء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على القبائل عرض نفسه على القبائل كلها عرض نفسه في الطائف على ثقيف قالت السيدة عائشة أم المؤمنين يا رسول الله ما أشد ما لقيت من قومك قال يا عائش لقد لقيت من قومك ما لقيت ولكن أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال أي في الطائف فأخرجوا صبيانهم وسفهاءهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دميت قدمه وكان معه زيد بن حارثة يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيب رأسه جرح رأسه رسول الله أخذ يعرض نفسه على القبائل لما تأبت عليه قريش عساه يجد قبيلة تستقبله فيذهب فيدعو دعوته المباركة الدعوة إلى هذا الدين المبارك الدعوة إلى الحياة الطيبة المباركة الكريمة إنها الدعوة إلى الإسلام لذا أقول إن الهجرة منهج حياة لأننا نتعلم من الهجرة أشياء وأشياء نحن لسنا بصدد سرد موضوع الهجرة فحسب وإنما الخير كل الخير إن فعل كل أب وأم هذا الأمر إن جلسوا مع أبنائهم وعلموهم وأقرؤوهم كيف كانت الهجرة وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أوذي الصحب الكرام ليبلغنا هذا الدين ناصع البياض كما بلغنا ثم إذ بنا نضيع ثم إذ بنا ونحن لا نستطيع أن نحافظ كما فعل الصحب الكرام أيها الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدث الهجرة علمنا ومن هذا الحدث تعلمنا والصحب الكرام علمونا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالهجرة أذن بالهجرة فهاجر بعض الصحابة وأبو بكر أراد الهجرة لكن رسول الله أبقاه كما أبقى علي علي بقي بعد النبي وبعد أبي بكر في المدينة ثلاث ليال ليرد الأمانات إلى أهلها انظروا هذا هو أول درس نتعلمه أن ترد الأمانات إلى أهلها حتى وإن حاربوك والأمانات ثقيلة جدا على النفس متعبة جدا إذا أتمن أحد على أمانة عليه أن يحافظ عليها بدمه وروحه ونفسه الأمانة ثقيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى علي ليرد الأمانات إلى أهلها فكان في مكة ثلاث ليال أبو بكر يريد الهجرة لكنه يريد شيئا آخر ما الذي يريده أبو بكر هذا هو الدرس الثاني أنه يريد الصحبة إنه يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يريد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى أبو بكر أبقاه فعلم أبو بكر أنه سيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وذات يوم طرق رسول الله باب أبي بكر أبو بكر بالداخل من بالباب قال رسول الله قال أدخل يا رسول الله قال أمعك أحد قال ليس هنا أحد غير أهلي رسول الله فادخل فدخل رسول الله وأبو بكر كان قد جهز راحلتين استعد للهجرة مع رسول الله الدرس المفيد أن تختار الصاحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل هذه الحياة رأينا فيها كثيرا من الناس يضحكون على بعضهم البعض والغرض من ذلك المصلحة إيه والله الغرض المصلحة رأيت الناس خداعا إلى جانب خداعي يعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي هذا حال كثير من الناس ليس كل الناس ولكن ليس يعني هذا على الإطلاق وإنما الحقيقة أن كثيرا من الناس أصبحوا على هذه الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله بل قل إنا لله وإنا إليه راجعون فهذه مصيبة هذا مصاب جلل حدث لأمة الإسلام اختر الصاحب فالصاحب ساحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فليختر أحدكم صاحبه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا فالصاحب ساحب إما صاحب يدلك على الخير وهل هناك وهل هناك من هو أفضل في الصحبة من رسول الله ما ظنكم أيها السادة بصحبة رجلين الأول هو رسول الله والثاني هو الرجل الأول بعد رسول الله في الدولة الإسلامية إنه الصديق أبو بكر صاحب الصديق رسول الله أقول وأكرر الصديق فعل لهذا الدين كل ما استطاع الصديق ضحى لأجل هذا الدين بكل شيء لقد أنفق ماله كله على هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الإسلام لقد أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج أبو بكر مع رسول الله تقول السيدة أسماء ذات النطاقين دخل أبو قحافة وهو جدها دخل فقال لم يبقي أباك شيئا لم يبقي أبوك شيئا أي لم يبقي لنا مالا قالت بل أبقى لنا خيرا كثيرا يا جدي ووضعت في المكان الذي كان يضع فيه أبو بكر ماله أي الدنانير والدراهم قيل إنه قد أخذ من خمسة آلاف إلى ستة آلاف درهم معه في هذه الرحلة فقالت وضعت مكان هذا المال بعض الحجارة لأن جدها كان لا يبصر كان كفيفا وكانت تهزه كأنها تسمعه ضرب المال في هذا الإناء تريد أيضا أن تكتم الخبر وتريد أن تعيش على هذا الأمر لقد ضح أبو بكر بماله ولقد استخدم أبو بكر أبناءه في هذه الرحلة المباركة أسماء وعبد الله استخدم عبد الله ليأتي بأخبار قريش وما يقولونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هذه الرحلة واستخدم أسماء تأتي له بالطعام في هذه الرحلة بل استخدم عامله عامر بن فهيرة كان يزيل آثارهما بالأغنام وكذلك أنفق مالا لعبد الله بن أريقط فقد كان دليلهما في هذه الرحلة ثم جهز الراحلتين من الزاد الله الله أبو بكر أنفق كل شيء يستطيعه في هذه الرحلة على رسول الله ولأمر هذا الإسلام فماذا فعلت أنت؟ أنت تعمل إيه لدينك؟ تعمل إيه للإسلام؟ أعد مكانك تتغنى ثم تقول إني عاطل لا أجد عملا لا تبحث عن العمل ثم تتقذ ذلك كسلا انظر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة وهو يعرض نفسه على القبائل في بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية كان يقول للناس وهم يبايعون تبايعونني على المنشط والمكره على المنشط والمكره تبايعونني على السمع والطاعة أي على ألا تقول إلا سمعنا وأطعنا إنه رسول الله لا يأتي إلا بخبر السماء صلى الله عليه وسلم تبايعونني على المنشط والمكره فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمنعون مني أو تمنعونني مما تمنعوا به نساءكم وأموالكم وأنفسكم أي تضحوا بكل شيء من أجل هذا الدين ثم أخبرهم فإن فعلتموا ذلك فإن لكم الجنة فإن لكم الجنة أي إذا منعتموني وإذا كنتم بجانبي يخاطب من أناسا التقى بهم لأول مرة وهم من أهل المدينة في منا أو عند العقبة يقابلهم لأول مرة ثم يبايعونه على هذا الأمر فبايعوه وقالوا سمعا وطاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة هي منهج حياة تعلمك كيف تحب من تختار في الرفقة إذا أردت أن تسافر فمن تختار ليكون رفيقك في السفر ليكون رفيقك في الرحلة اختر الصالحين اختر الأدقياء صاحب المؤمنين ليكونوا معك في الرحلة دليلا طيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل من مرحلة الإيذاء إلى مرحلة الإيواء فانتقل من إيذاء مكة إلى إيواء الأنصار من إيذاء أهل قريش إلى إيواء أهل الأنصار من الأوس والخزرج لقد كانت اليهود يخبرون الخزرج والأوس يخبرونهم بماذا؟ بأنه سيبعث نبي في هذا الزمان فلما بعث النبي كفروا به لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا عليك أن تتعلم أن كثيرا من الناس يعرفون الحق ثم يصدون عنه يعرفون الحق ثم يعرضون عنه يعرفون الحق لكنهم لا يكونون في صفه هذه الرحلة المباركة أي الهجرة أصله هجرة يعني إيه؟ هجرة يعني ترك عذروني في الاسترسال في الكلام فإن الأمر جلل وإن الأمر لا تكفيه حلقة أو اثنتين أو ثلاثة إنها الهجرة المباركة إنه منهج حياة ولأجل أن ألخص هذا المنهج في حلقة واحدة علي أن أسترسل في الكلام فمعذرة إنه منهج حياة هجرة يعني ترك يعني تترك المكان الذي تلقى فيه هذا الإذاء لتذهب إلى مكان يحسن الناس فيه الإيواء ترك ترك ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا معنى معنويا جميلا للهجرة إن كان النبي قد قال صلى الله عليه وسلم إن كان قد قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا قلت لك الآن أنت عليك أن تهاجر قل لي كيف ذلك؟ أأكون من المهاجرين في هذا الزمان؟ أكون من المهاجرين وانتهت الهجرة بعد السنة الثامنة للهجرة بأي بعد فتح مكة؟ نعم كيف أهاجر؟ اسمع لكلام رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حضرتك لسة على معصيتك أنت لسة برضو كل حياتك في البيت هي غسيل وطبيخ ومشاهدة أفلام ومسلسلات وفقط أين القرآن من حياتك؟ أين أنت من ذكر الله تبارك وتعالى بل أين أنت أيضا يا سيد البيت يا رب البيت أين أنت؟ أين أنت؟ لا تعلم أبنائك لا تعلم أبنائك كيف تكون هذه الحياة في ظل الإيمان في ظل الإيمان عليك أن تعيش حياة إيمانية طيبة مباركة الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه يعني أهجر المعاصي بقى كفاية عليك كفاية معصية أتضمن أن تكون أو أن تموت وأنت لست على هذه المعصية يا عم الشيخ لسة صغير في السن لسة قدام الفرصة أنت ليه بتيقسنا من حياتنا؟ أبدا أبدا والله مش أصدي أنا آسف مش أصدي يقسك ولا قنطك لا لا ده أنا أصدي أرجعك بدري أصدي أقولك أنت مش ضامن من منا معاه صك بأنه هيعيش لبكرة أو هيعيش لساعة أو هيعيش لما الحلقة حتى تنتهي من منا معاه صك بكده من ربنا سبحانه وتعالى حاشا وكلا وإنما أنت أنت فيك قدر الله يسري عليك في أي لحظة تموت أتضمن أن لا تموت على معصية؟ ارجع عن معصيتك والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يا أخي لما انطلق الصحابة إلى الهجرة انطلقوا إلى المدينة المنورة صحابة هجروا إلى الحبشة مرة ثم مرة ثانية هاجروا إلى الحبشة أيضا يفرون من إيذاء قريش ثم هاجروا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستسأل ستسأل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لما تقول أنا لم أستطع أن أعبد الله في هذا المكان أو لم أستطع في عملي أن أقوم إلى الصلاة فبالصلاة حضرت ولماذا لم تقم للصلاة؟ والله مش وقته طيب لماذا؟ أنا لا أستطيع إن كنت مسافرا فخذ برخصة الصفر إن كنت غير مسافر فعليك أن تؤدي الصلاة في وقتها الصلاة على وقتها هذا من أفضل الأعمال في الإسلام هذا من أفضل أعمال الإسلام أول شيء الصلاة على وقتها يعني أن تقوم للصلاة في أول وقتها لماذا تؤجل وتسوف وتؤخر أتضمن أن تعيش حتى تصل بيتك؟ صلي الصلاة لوقتها طيب الهجرة المعنوية هذه التي أريدها منك أنت الآن ما عليش أنا سبت كده شوية بس رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر الصديق وعايزك تهاجر برضو دلوقتي عايزك تمشي معانا في هذه الرحلة مش عرفك الأحداث القديمة وبس لا لا بد أن تقوم من الآن فتعد زادك وتعد راحلتك إلى أين؟ إلى أين؟ عايزنا نسيب بيتنا ونمشي لا 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 عايزك تسيب المعصية وتمشي عايزك تنطلق إلى الله أنت منذ هلت وأنت تسافر إلى الله أذان المرء حين الطفل يأتي وانتظار الصلاة إلى الصلاة دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة تقول لي إيه دا شوية ما أنا هاجي معاك بس لما أجي معاك أجيب إيه معايا أجيب إيه من الأكل والشرب أنا بقول لك مش هتهاجر من البعيد إن كنت بس نوي تسيب المعصية المعصية في مكان ونوي تسيبها طيب اسمع كده قصة قاتل المئة نفس مش أقول لك التسعة وتسعين لأنه لما قتل تسعة وتسعين نفسا دل على راهب لأنه أراد أن يتوب فسأل الراهب قال لتوبة لك فقتله فأتم به المئة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل فيما سبق من الزمان فإذ به يسأل عن التوبة نفسه يتوب عايز يأرب من ربنا هو في الطريق إلى الله لكن قنطه أحدهم فقتله فأتم به المئة فسأل عن الذي يدله على التوبة فدل على عالم دل على عالم العلماء هم بدوروا هذه الأمة العلماء هم الذين يجب أن تستند إليهم وأن تسألهم في كل أمور حياتك في البيع في الشراء في كل شؤون الحياة اللي بيجي مسافر رحلة دايما بيسأل هتتكلف كام والجوازات منين طيب والسيارة كام أو الطائرة أو السفينة أو هدفع كام طيب أخذ معي إيه أنت في رحلتك للشغل للعمل بتسأل كده تف رحلتك لربنا ما أنت مسافر لله آه مسافر لله منذ أن ولدت إلى أن تموت وأنت في الطريق إلى الله تبارك وتعالى يا صاحب الرحلة يا صاحب الرحلة اتق الله في نفسك واسأل اسأل العلماء اسأل أهل العلم أعمل إيه علشان أتوب عشان أسيب المعصية دي أعمل إيه علشان أنطلق بقى في طريقي إلى الله تبارك وتعالى هذه الرحلة تحتاج منك إنك تعمل كما فعل أبو بكر تضحي شوية أبو بكر ضحى بماله كله لله تبارك وتعالى في جيش العسرة النبي صلى الله عليه وسلم نادى على الصحابة بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر في نفسه اليوم أسبق أبا بكر لا يسبقني إلى هذا العمش في المنفسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكن للأسف إحنا في الدنيا بنتنافس على إيه نتنافس على إيه نتنافس على الأرزاق ده تاجر بيبيع وأنا لسه ما بيعتش لا 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 ده مش هيحصل لابد إن أنا ضره في تجارته وفي حياته وفي معيشته أكلم الناس عن لا حول ولا قوة إلا بالله أهم يقسمون رحمة ربك مالك وماله سيبوا تاجر سيبوا يعيش أنت مالك أأنت الرزاق ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صحابة والسلف علمونا أن الذي كان لا يبيع يدلون الرجل عليه اذهب إلى فلان فإنه لم يبع اليوم بيدل بعضهم على بعض شوف هذه أخلاق السلف أنت أخلاقك إيه أنت عامل إيه في تجارتك أنت عامل إيه في مالك استمع أبو بكر الصديق ضح بماله كله ألقى بماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله سؤال يا أبا بكر وماذا تركت لأهلك قال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله أنا مش عايزة أسيب لهم فلوس الحكاية عندنا مش فلوس يعني إيه يعني ما نتقوش بالمال مين قال لكن اشتغل واسع وجد واتعب من أجل هذا المال لكن استخدمه في مرضات الله تبارك وتعالى قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كن في مالك كما فعل صهيب الرومي صهيب بن سنان ذلكم الصحابي العالم الكبير العظيم صهيب لما أراد الهجرة وعلمت به قريش ماذا فعلوا أمسكوا به كانوا وراءه في الطلب فلما أمسكوا به قالوا لقد جئتنا صعلوكا مملوكا لا تملك شيئا من المال فلا ندعك تذهب بمالك الذي كسبته عندنا قال أئن دللتكم على مالي تركتموني وشأني هتسيبوني أهاجر أروح زي من عاوز قالوا نعم فدلهم على ماله ترك المال كله فدلهم على ماله فتركوه فهاجر فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر قال ربح صهيب ربح صهيب ربح البيع ربح البيع ربح البيع أبا يحيان الله الله صهيب الرمي يترك ماله كله لله أصل أنت لو تتعلم يعني إيه كلمة لله الهجرة يعني الترك هذا من مفاداتي أو من الاستفادات التي نستفيدها من هذا الحدث الجليل العظيم هجرة يعني ترك عارف أنا النهاردة بدعوك أفضل دعوة للحياة تترك المعصية وتبقى في الطاعة يعني أنت في أفضل حياة تحس بأحلى طعم للحياة تترك ما أنت فيه من الترف والسرف والتبذير وتنصرف إلى طاعة الله فتبذل مالك لله فأنت في أفضل حياة أن تعيش مع الله فأنت في أفضل حياة لكن تعال كده أرجع بيك شوية وقول لك انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق فلما بلغوا المدينة وكانوا في مكان قباء عند أسعد بن زرارة وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام هو مسجد قباء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين في قباء كان له أجر عمره الله الله كان له أجر عمره أسأل الله أن يبلغنا ذلك وإياكم قولوا آمين ايها الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المسجد ليعلم الناس كيف يكون الإسلام والمبتدأ مصنع الرجال المسجد فاصل ثم نواصل كلامنا عن الهجرة نعود إليكم بإذن الله تعالى وهكذا أرخى للمسلمين بالتاريخ الهجري كان ذلك في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمر الذي لما أراد أن يهاجر المسلمون جميعا هاجروا يتخفون إلا عمر هاجر وهو يعلن هجرته بل ذهب إليهم في مكان اجتماعهم حول الكعبة وقال من أراد أن تثكله أمه ومن أراد أن ييتم ولده فليلقني خلف هذا الجبل واتخذ سيفه واتخذ قوسه ومعه بعض السهام ثم انطلق مهاجرا إلى الله ورسوله الهجرة هي التي تعلمنا أن لا تحزن لماذا لا أحزن ومتى لا أحزن الحزن يسيطر على كثير من الناس هذا يحزن لأنه لم يجد مالا وهذا يحزن لأنه قد غش في أناس كثيرين بل لعله غش في معظم الناس وهذا يحزن لأن المجتمع يحاصره وهذا يحزن وهذا يحزن كل عنده همه كل له همه ويشغله همه هذا عن هم الآخرة لكن لا تحزن إن كنت في معية الله لا تحزن تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان مع أبي بكر الصديق في غار ثور في الهجرة في حدث الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من قريش أخذوا يبحثون عنه سادة قريش بأنفسهم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى نفس الغار الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر الكفار حول الغار رسول الله بجواره أبو بكر الصديق يقول له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا فقال له رسول الله الكلمة المطمئنة التي تدوي في عنان السماء التي تدوي في عنان قلب المؤمن المستيقن الذي عنده من اليقين ما عنده قال يا أبو بكر لا تحزن اسمع لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله يا أبو بكر لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا الله أن تكون في معية الله فلن تضيع أن تكون في معية الله تحس الراحة أن تكون في معية الله لا يشغلك شيء في الدنيا أن تكون في معية الله لا تكترث لأحد ولا تهتم بأحد أن تكون في معية الله فأنعم بها من معية أن تكون في معية الله فأنت كهاجر التي لما وضعها إبراهيم في مكان لا زرع فيه ولا ماء قالت يا إبراهيم أتتركنا هنا وحدنا لا زرع ولا ماء ولا إنس ولا أحد أتتركنا هنا فلم يجبها قالت يا إبراهيم أتتركنا هنا فلم يجبها قالت يا إبراهيم آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا خلاص طالما احنا في معية الله الذي أمر بذلك فلن يضيعنا الرحمن الرحيم هي واثقة هي مستيقنة هي تعلم أن الذي يكون في معية الله فلن يضيع البحر أمام موسى عليه السلام البحر أمام موسى عليه السلام ومعه المؤمنون والطلب من خلفهم فرعون وجنوده يبحثون عن موسى بل يسعون حثيثا قلفهم خلاص لحقوا بموسى ومن معه من المؤمنين ينظروا المؤمنون من أتباع موسى إلى البحر أمامهم وينظرون إلى الفرعون من خلفهم وجنوده فيقولون لموسى إنا لمدركون خلاص وأعنى في الفخ إنا لمدركون خلاص إحنا كذا استضنا الفرعون فقال لهم الواثق من موعود ربه كلا استحيل مستحيل إزاي ده إحنا خلاص المية قدامنا والعدو خلفنا مستحيل إزاي قال كلا طب ليه كلا إن معي يا ربي هو في معية الله إن معي يا ربي سيهدين والهجرة معي إبراهيم عليه السلام وإعلم هذه جيدا ما من نبي إلا وهاجر ما من نبي إلا وهاجر لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدة خديجة نفسه على ورقة ابن نوفل وكان متنصرا فلما عرض نفسه عليه قال والله هذا هو النموس الذي أنزل على موسى وهذا ما جاء عند عيسى فقال ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم هم هيطلعوني هم هيخلوني أسيب البلد وامشي أوى مخرجيهم قال له ورقة ابن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه يعني كل الأنبياء تركوا أقوامهم وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى تلكم هي الهجرة المباركة منهج حياة منهج حياة في إيه إن كنت في معية الله فاعلم أنه لن يضرك أحد فاعلم أنه لن يضرك أحد أبداً علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قال يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هكذا علم رسول الله الأمة أن المعية منهج المعية طلب المعية هي مبتغى كل عبد مؤمن أن تكون في معية الله فأنعم بها من معية أنت بتحب مين أو تعود معاه معظم الناس هذا يحب ولده فيتحدث عنه كثيرا الله ابني لسس فلان دكتور فلان مهندس فلان ابني النقار فلان حتى أي حاجة يعني لا نقلل من قدر أي أحد هذا يحب ولده فيحب أن يجالسه أن يلاعبه يحب أن يلاطفه هذا يحب امرأته فيحب أن يجلس معها كثيرا هذا يحب ابنته هذا يحب أخاه صديقه يحب يذكره كتير لكن أنت لو بتحب ربنا تحب أوي تكون مع ربنا كتير تحب أنك تكون في معية الله كتير تحب أنك ما تفرقش ذكر ربنا أبدا لا تفارق لكن أفارق مين أترك مين أهاجر من مع مين هاجر من الظلمات إلى النور هاجر من العمى إلى البصيرة هاجر وفي عمى نعم نها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور هاجر دا المهاجر مدح في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مدحوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا احصلهم يا رب لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إبراهيم هاجر إني مهاجر إلى ربي سيهدين إبراهيم ترك عبادة الأصنام والأوثان وما يفعله قومه واهتدى إلى عبادة الديان الواحد الأحد فكان خليل الرحمن شوف النتيجة إبراهيم ترك ترك هذه الأوثان فانصرف إلى الرحمن فكان خليل الرحمن أهل الكهف تركوا هذه العبادة لرجل من الناس أو لأوثان أو للكواكب والنجوم فكانوا سادة خلد ذكرهم إلى يوم الدين هكذا إذا أردت أن تهاجر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة هكذا إذا أردت أن تهجر المعصية فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه طيب يبقى معايا إيه أهم شيء في هجرتي في طريقي إيه أهم زاد بأه أقول لك واسمعها جيدا أهم زاد في رحلتك قلبك يعني إيه قلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه طب الني دي تب أمنين تصدر وتنبع من القلب النية محلها القلب عليك أن تتخذ قلبا سليما لأن صاحب القلب السليم مدح عند الرحمن الرحيم فقال الله في حقه إلا من أتى الله بقلب سليم أي الذي يخلص يوم القيامة وينجو بفضل الله تعالى هو صاحب القلب السليم للأسف لم أستطع أن أحيط هذا الموضوع مع هذه السرعة الشديدة في العرض لم أستطع أن أكمله اليوم وللحديث بقية إن شاء الله عن الهجرة المباركة إذ الهجرة منهج حياة عليك أن أتركك الآن وأهاجر هذا المكان لأنني قد أنهيت حلقتي وأدعو الرحمن أن نلقى بعضنا في الأسبوع القادم إن شاء الله على خير وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى لما فيه الخير لبلادنا ولعباد الرحمن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة المترجم للقناة